السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف عرض تقديمي من شركة اسمها فيو بوينت عاملة نصام عجبني الصراحة لتنظيم المعلومات. المشاركة بين الملفات بترى اسهل بكتير من نحن نعمل فولدرات. وناخد الملفات كوي بترى امانوال. فهو عمل اسلوب جميل جدا بحيس ان انا بقى احط قواعد معينة. ولما تحصل القاعدة تبدأ الملفات اثنين من هنا الهناد. اثنين من الفولدر مسلا الواركوون بروغرس تعمل لها ارقايف اوتوماتيك. تمام بالشكل دوت. تمام? هو اوتوماتيك انت بتحدث قواعد يعني بتعمل اتكلك وتقول له مسلا الملفات اثنين من الفولدر ده للفولدر ده. لما فلان يوافق. وتحدد شخصه معين او وظيفة معينة. هو الوافق يعني المانجر مسلا هو اللي يوافق على الملفات من هنا الهنا. او رئيس قسم التصميم. او رئيس اه المراجعة هو المسؤول ان هو يفتح الفولدر ويعمل تشيك تمام ومسلا فلان من حقه يعدل فلان من حقه يشوف الملفات بس فلان مش محقه ان هو يحطه كومنتات فلان من حقه يحطه كومنتات وهكذا تبدأ تحط قواعد وبحيس ان الملفات تبقى موجودة وممكن اكتر من واحد يبقى شغال في نفس الوقت هو بيعمل نقل الملفات اوتوماتيك تبدأ تحط قواعد بس يعني مثلا فلان اول معامل كومنتي تروح لفلان مين ما حق انه وصل للمشارية الفلانية وبينفع لحاجات كلها اونلاين تمام وتقدر تتحكم وتعرف اي معلومة انت عايزها من الفتح الملف من الاخر تعديلات عن مين من الدخل على البلفات ديت هنا هصدر الكومنتات للشخص المسؤول يعني هو اعمل الكومنت بس بصورة زاكية بيصدر لكم ملفات الكوبي زي ما انت عايز دي الشركة ده عاية مجانية لان الشغل بتاع هيستهل الصلاة لو حد عايز يفتكرها هي الصورة ديت تمام بيجي ملفات من هنا تنين ل هنا تنين ل هنا فهو بلق يعمل لها قواعد يعني فلان وفلان هيرابعوا الملفات وفلان هيراجع شغل وتبدأ الحاجات تتنيل من هنا ل هنا اوتوماتيك حسب القواعد اللي انا حطيتها تمام يعني ممكن اقول له ارقايف كل اسبوع تمام لما تدي اشارة للمدير ويوافق انك تعمل ارقايف فمشاء الله شغل كويس جدا